العام الجاري شهد دفع في العلاقات المصرية مع الدول الأسيوية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف انطلاقا من حرص الدولة على تنويع وتدعيم علاقاتها مع مختلف شركاء التنمية يعد البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية أحد بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف والمتخصصة في التمويل والاستثمار في مشروعات البنية التحتية المستدامة وتحفيز أيضا الاستثمارات الخضراء والذكية في ظل ما تمتلكه مصر من مقاومات تجعل الاقتصاد يتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية ترتكز العلاقة بين مصر والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تلبية متطلبات توسعات الأنشطة الاستثمارية وحوافز وإجراءات ميسرة وجاذبة للقطاع الخاص محفظة التعاون الإنمائي للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر سجلت نحو واحد وثلاثة من عشر مليار دولار من بينها ثلاثمائة مليون دولار في مجال إدارة المياه وثلاثمائة وستون مليون دولار لدعم الموازنة ومائتان وخمسون مليون يورو لتدشين متر أبو قير الكهربائي ومائتان وعشرة ملايين دولار لتمويل إحدى عشرة شركة بالقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة ومائة وخمسون مليون دولار خط ائتماني للبنك الأهلي المصري البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية يؤكد دوما أن مصر تتمتع بوضعية متميزة على مستوى العلاقات المشتركة وأن البنك حريص على توسيع نطاق محفظة التعاون الإنمائي والانخراط في مباحثات بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفي لاسيما المشروعات المتعلقة بمحور الطاقة شراقة جديدة تسهم في تعظيم جهود الدولة الهادفة للتوسع في المشروعات الداعمة لتحقيق الغايات الوطنية بجعل مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً للإنتاج والتصدير من خلال تعزيز لأولويات الدولة التنموية بشأن توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية